الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وهدى للفقرين وقاتما للنبيين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ودي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله صلاةً وسلامًا متلازمين دائمين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين إن أصدق الحديث كتاب الله وقير للهدي هدو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد يا أيها المؤمنون تذكرنا هذا الشهر المبارك شهر ربيع الأول الأنور بمولد خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله سيدنا وحبيبنا ورسول ربنا نبينا عليه الصلاة والسلام هذا اليوم المبارك الذي جاء فيه هذا النبي الأعظم الأكرم إلى هذه الدنيا ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم والهداية بالعناية الربانية التي رعته حين منف ورعته حين عاش ورعته حين توفاه الله سبحانه وتعالى هذا النبي الأكرم الذي طرح الله صدره ورفع عنه وزره ورفع له ذكره هذا النبي صلى الله وسلم عليه ولد يوم الإثمين من هذا الشهر المبارك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم وحينما سئل عن ذلك لما يصوم هذا اليوم قال ذلك يوم ولدت فيه ذلك يوم ولدت فيه وفي هذا إشارة إلى أهمية هذا اليوم وعظمته وقدره حيث كيف لا يكون مهما وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن قدوم هذا النبي الأكرم إلى هذه الدنيا في التوراة والإنجيم والزبوع أخبر أهل الكتاب لذلك وذكر لهم صفات هذا النبي الأكرم وصفات أمته هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وسلم يجب علينا أحبة في الله أن نعرف قدر هذا النبي هذا الرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة لكل الخلائق وهداية لكل الخلائق فهدى به من الضلال وأخرج به من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن أحبة في الله موضوع أحبتنا اليوم ليس فصائص النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الحقوق التي يجب علينا تجاه هذا النبي الأكبر صلوات الله وسلامه علينا وَلَسْنَا بِصَدَدِ ذِكْرِ كُلِّ هَذِهِ حَقُوقِ وَهِيَّ كَثِيرًا وَإِنَّمَا بِصَدَدِ ذِكْرِ بَعْضِهَا فَقْرًا أحباً 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 هذا المنطقة الربيل الأول يتذكرنا عن طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا كبير لكل العالم وَثَدَدْ آهِا إلى به من أجل من خلال 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 وحباً خلال للقل إلى قرار إما والأجل الأجل والأجل تَوحيد الله سبحانه و تعالى made this Nabi as the best of all Anbiya as the best of all messengers and he said I am the master of the sons of Adam on the day of judgment صلى الله عليه وسلم this great the greatest prophet and the most honorable messenger of the messengers of Allah صلى الله عليه وسلم came to this world as a mercy to lead people out of darknesses to the light of faith صلى الله عليه وسلم was born on Monday of this month and he used to fast that day and when he was asked why do you fast Mondays he said this is a day on which I was born indicating the importance of that day and how can his birth not be important when Allah subhanahu wa ta'ala himself prophesied that in the Old Testament and in the New Testament and in the Psalms Allah subhanahu wa ta'ala foretold his coming to this dunya on these great books on these great books subhanahu wa ta'ala and how can his birth not be important when because of that and based on his birth Allah subhanahu wa ta'ala has given him the message to all humanity وَمَا عُسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا Allah subhanahu wa ta'ala sent him to all in humanity as a giver of glad tidings and as a warning صلى الله عليه وسلم the topic of this khutbah is not about the character of Rasulullah صلى الله عليه وسلم or his status but it is about some of the rights that Rasulullah صلى الله عليه وسلم has upon each and every one of us صلى الله عليه وسلم when Allah subhanahu wa ta'ala described him he said فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَمْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعْنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ مِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ that by Allah it has come to you a prophet from amongst yourselves he is keen and concerned about your well-being he is more concerned about our well-beings than our fathers and mothers more than that and that's why he has rights upon us he is the reason by whom Allah subhanahu wa ta'ala will save us from the fire of hell when that day comes people will go to the different prophets and everyone will say I am not capable of doing that they will end up going to Rasulullah who will have the greatest intercession and he will intercede on our behalf with Allah subhanahu wa ta'ala he has many characteristics and many virtues that this khutbah is too short to even count them let alone explaining them in detail Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has rights upon us حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين he said that none of you will attain complete إيمان unless I am more beloved to him than his father and mother and than his children and than all people all together and this is the first right upon us for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he said three things three characteristics whoever has them he will find the sweetness of imam the sweetness of faith the first of which is that you have Allah and the messenger of Allah more beloved to himself or herself than anybody else and to love a person only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and to hate to go back to infidelity and disbelief as one hates to be thrown to the fire and the second of those rights of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam upon us is to obey him in whatever he commands us and in whatever he advises us against and the second of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the second of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the second of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the second of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam will forgive your sins for Allah is the most forgiven the most merciful and whomsoever wants to be admitted to the paradise of Allah subhanahu wa ta'ala and to be of the successful and to be of those whom Allah will bestow his bounties on them and those who would like to be in the company of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the evidence is in the Quran for that Allah subhanahu wa ta'ala says وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا whosoever obeys Allah and his messenger then he has attained success a great success and Allah subhanahu wa ta'ala says also وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَرَاتُ الزَّكَرَاتَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ نَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ so if you want to be engulfed by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala then you have to obey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said مَنْ أَضَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said whosoever obeys me he will be admitted to paradise and whosoever disobeys me then he is the one who rejected that the blame is on that one he is the one who rejected to be admitted to the jannah because he chose to disobey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the third one is the one who rejected is that the Muslims is that we must be this and that we must do it and 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 we must do it with him حيا وميتا طلوات الله وسلامه عليه وأن لا نذكر اسمه مجردا وأن لا نرفع أصواتنا في حضرته حيا وميتا طلوات الله وسلامه عليه قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فالله سبحانه وتعالى has sent the messenger صلى الله عليه وسلم so that we believe in الله and his messenger and so that we honor رسول الله صلى الله عليه وسلم and that we support رسول الله صلى الله عليه وسلم and that we respect رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السائب ابن يزيد رضي الله عنه كنت واقفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحصبني رجل أي رماني بحصاة صغيرة فانتفت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضاه فنادى علي فذهبت إليه فأشار إلي على رجلين أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال ائتني بهذين الرجلين فجئته بهما فقال لهما من أين أنتما قال من الطائف قال من الطائف وقال رضي الله عنه والله لو كنتما من أهل هذه البلد لأوجعتكما ضربا أترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم and this is a story that tells you that we have to honor and respect رسول الله صلى الله عليه وسلم whether he when he was alive and when he is dead for there were two people from outside of Medina they came to the masjid of Rasulullah صلى الله عليه وسلم and they were both raising their voices in the masjid and there was Umar ibn al-Khattab inside the masjid so he called As-Saib ibn Yazid may Allah be pleased with him one of the companions he said bring me those two people and As-Saib brought those two people to Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه and he asked them where are you from they said from At-Taif they were not from Medina they were from At-Taif they said by Allah if you were from Medina I would have beaten you badly because you have raised your voices in the masjid of Rasulullah صلى الله عليه وسلم وهذا احترام النبي صلى الله عليه وسلم he was always walking on his feet and that's in honor of Rasulullah صلى الله عليه وسلم because Rasulullah walked on the ground of Medina he was doing this in honor of Rasulullah صلى الله عليه وسلم and he when he was to talk about the Hadith of Rasulullah صلى الله عليه وسلم he would make Wutu first and he would wear the best of his clothes and he would put perfume and he would choose to sit on a raised chair in tranquility in tranquility and in hayba wa waqar and respect and then he talks about the Hadith of Rasulullah صلى الله عليه وسلم this is how the companions and this is how the tabi'een were behaving towards Rasulullah صلى الله عليه وسلم unfortunately nowadays we find many people that when they mention the name of Rasulullah they mention them with his plain name as if Subhanallah and when they mention a minister they would say Ma'ali al-Wazir and when they mention the Amir they would say Sumuvul Amir and when they mention a king or they give them so many titles but when it comes to Rasulullah they mention them by name and he is the best of creation no Malik no King no Amir no Wazir compares to him صلى الله عليه وسلم it's very strange for Allah my dear brothers and sisters Subhanallah آخر الزمان this is the end or the beginning of the end of this world ورابع هذه الحقوق أحبتي في الله هو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ونصرته سنته صلى الله عليه وسلم بضحف شبهات وأكاديب أعداء الإسلام قال تعالى إن لا تنصروه فقد نصره الله إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار قد يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لات الله سبحانه وتعالى is talking about support of رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك إذا كنت لا تنصروه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لقد تنصروه لقد تنصروه وكذلك عندما كان واحد من دو في الغارة مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما كفار اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجب أن تتحرك وكانوا في الغارة وكانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك في أبي بكر رضي الله عنه لذلك واحد من دوالنا يجب أن تنصروه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تنصروه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تنصروه هذه المساعدات وفي هذه المساعدات وفي هذه المساعدات التي يجب أن تنصروه الإسلام يجب أن تنصروه صلى الله عليه وسلم وفي هذه المساعدات هذه المساعدات وفي هذه المساعدات قامس هذه الحقوق أحبتي في الله هو إبلاو الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبلاو الناس بما جاء به هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ولو بآية قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنصروه مني عني حتى لو كان فقط واحد قرآن هذا هو مقاعدات خاصة نفسنا أو نفسنا الذين نحن كم المساعدات في هذه المساعدات ومعظم من الناس هل من المسلم هذا هو مقاعدات رسول الله هو أن تخبر تلك الناس عن القرآن عن الإسلام عن عن المساعدات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكننا لا يمكننا تخبرهم بلا نفسنا تعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اخرى يأتي نفسنا أيضا لذا إذا لم نعرف علينا أن نعرف 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نعرف 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 عن حياته وكل ما يستخدم الحمد لله كل حياته 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 رسول الله تض Container is here we have it at our finger prints at our fingertips we can access this information we can learn about رسول الله صلى الله عليه وسلم his life his characteristics his nobility his morals and once we know that then we can convey it to others ينطلب الله رسول الله الى الى الان لكي أنت تعلمي فقط تعني إقدره تلقي 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 سحين بعيدنا من هنا أحد fare شيئا لإرفع ربما ربما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان نكون مرةigonية يا أخي والأسراد وفي ذلك يجب أن نعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخرين لكي يدعون من هذا الرجل هذا الكثير من لا يعرف عن الإسلام أو عن القرآن أو عن المسجد من الله صلى الله عليه وسلم لذلك هو عملنا هنا خاصة أننا نعيب هنا هو عملنا لفعل ذلك إن شاء الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل ثقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أمة المسلمين ونزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم made a dua he said may Allah beautify نظر الله امرأة may Allah beautify a person may Allah make his face shine who is that who is this person the one who heard the saying of رسول الله or read the saying of رسول الله or knew about the sayings and the actions of رسول الله or know about the approvals of رسول الله and then he understood it and then he memorized it and then he convey that information to others it may be the case that the one who heard the sayings of رسول الله or the actions or about the actions of رسول الله he may be incapable of understanding it the proper way or there are others who are more understanding of that than himself and then he conveys it to them so that they can explain it to other people as well and then he said there are three things if a Muslim has them then he will have no treason no betrayal in his heart and no evil thoughts and no evil in his heart and what are these things first of all is to do whatever you do for the sake of Allah subhanahu wa ta'am ikhlasu al-amali lillahi wa munasahatu a'immati al-muslimin and to give advice beneficial advice to the rulers of Muslims and the rulers can be those people who are in charge or the scholars and to the scholars and to the scholars of Muslims if they made mistakes we have to correct them we have to tell them that and to stick to the jama'ah of Muslims to stick to the majority of Muslims in the beliefs and in the righteous deeds for the supplication that one of them makes will encompass all of them will encompass all of them a'قول قولي هذا وأستغفر الله عليهم ولكم فاستغفره إنه هو القرآن الحمد لله الحمد لله حمدا يوافع نعم يدافع نقما ويكافع مزيدا وأشهد أن لا إله يمن الله وحده لا شريف لا وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلاة الله وسلامه عليك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أحبة في الله سادس حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو الاكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الله له المقام المحمود فاجعلوا أحبة في الله الصلاة والسلام على رسول الله لإذنكم يكفيكم الله همومكم ويغفروا ذنوبكم وتناروا شفاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتكونون أولى الناس به يوم القيامة وأقرب وأقربكم إليه مجلسا يوم القيامة وأكثروا الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة إن صلاتكم معروضة عليه واعلموا أن البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم على نبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على أداء حقك وحق نبيك صلى الله عليه وسلم وحق كل من له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارضخنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعلنا ممن وسعتهم رحمتك وظلهم ضلك يوم لا ضل إلا ضلك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والأسيان واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا وفسنا إن لم تقفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آخر دعوانا الحمد لله واصل العظيم واقم الصلاة